طبعا بالتعازي لذوي الضحايا والشعب العراقي كافة بهذه المجزرة الكبيرة طبعا نقابة المحامين العراقيين أصدرت بيان استنكار وبيان يجب هذه الجريمة وعدم مقبوليتها وعدم توافقها ويأي معيار من معايير الإنسانية وبالوقت ذاته أوعزت بتشكيل لجنة وفريق دفاع للتوكل عن ذوي المدعين بالحق الشخصي وذوي الضحايا هذه المجزرة وبادرنا إلى تشكيل هذا الفريق للتوكل عنهم ولمتابعة القضية في مراحل التحقيق وكذلك المحاكمة وصولا إلى إصدار القرار العادل بحق الجنات حسب رأيكم ملامح الجريمة واضحة أدوات الجريمة أشخاص الجريمة يعني البعض ينتظر تحقيقات ما تحقيقات لكن معالم الجريمة واضحة كل شيء موجود صحيح؟ صحيح أولا هو لا يمكن إخفاء شيء أو إنكار أمر معين الحادثة أصبحت أوراقها جميعا جميع أوراقها على الطاولة وكل شاهد القضية واطلع على ملابساتها لكن الإجراءات التحقيقية وما تقوم بمحكمة تحقيق الحلة الآن من تحقيقات دقيقة ومفصلة وسرية طبعا تحمل معلومات أكثر دقة بعد من المعلومات التي طلع عليها الشارع تشارع الجريمة كبيرة وتمت بوشاية وهذه الجريمة ربما لم تكن هي الأولى من نوعها ربما حصلت أكثر من جريمة رح نناقش بقية الجرائم التي حصلت لكن أعتقد أن هذه الجريمة هي الأولى من بين جميع الجرائم مثلا جرائم الفرحاتية نهر الإمام البقي هذه الوحيدة التي ترافع عنها نقباء أو نقيب محامين في محافظة معينة ديت الجرائم ما كان عليها دفاع نعم سيد الكريم نعم سيد الكريم هو سيد الكريم أولا الفاجعة كبيرة جدا وراح ضحية أطفال ونساء وعائلة ذهبت ضحية وشاية وكلام غير دقيق وفعل شائن بعيد عن المسلك الأمني وبعيد عن كل ما تحمله القوات الأمنية التي هي موكلة بحماية المواطنين الجريمة الآن تأخذ طابع الخصوصية حيث الذي قام بها لم يقم بها الجاني عادي هو المكلف بحمايتهم يعني هذا الطابع وهذا اللون الذي موجود هو اللي يسبب أنه حجم هذا التعاطف العراقي بكل شرائح المجتمع تجاه هذه الجريمة طبعا للألم أود أن أوضح فد أمر غاية الأهمية تفضل إنه لو لا تدخل الإعلام الفوري تجاه هذه الواقع والتشكيك في البيانات الرسمية الصادرة من القوات الأمنية لما كان للعراقيين علم بهذا الموضوع يعني تعتقد لوما دور الإعلام واخذت هذه الجريمة يعني حتى بعد دولي وأقليمي كان مهم جدا مثل ما تسوفت القبلها ربما 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 تنتهي أو ربما حصلت جرائم لا نعرف ما هي مصادرها وكيف تمت وصدرت ربما فيها أحكام وخصوصا قبل أيام نشاهد قضية محمد من بغداد اللي هو سبع سنوات وحكم بالإعدام عن جريمة ولم يرتكبها والآن أفرجت عنه بتعاون كبير من رئيس مجلس القضاء الأعلى حسب الدعاء محمد إنه بعد ما ذوي التقه برئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فاق زيدان وتم الأفراج عنه يعني حصلت كثير من الموضوع لكن تدخل الإعلام كان باللحظة تدخل مهم وبمهنية عالية اللي أخذ دوره الحقيقي